بإمكانك أن تحجب شيئا عن الناس بحفظه في خزانة من الصلب أو إخفائه بأرقام سرية لكن لا يمكنك إخفاء شيء عن الله تعالى ولا حجبه عنه لأنه سبحانه هو المحيط فهو الذي أحاطت قدرته بجميع مخلوقاته فهي تحت قدرته ولا يمكن أن تخرج عن مشيئته وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وهو الذي أحاط علمه بجميع المعلومات وبصره بجميع المبصرات وسمعه بجميع المسموعات ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات وقهر بعزه وقهره كل مخلوق ودانت له جميع الأشياء قال تعالى ألا إنه بكل شيء محيط أي إن الله بكل شيء مما خلق محيط علما بجميعه وقدرة عليه لا يعزب عنه علم شيء منه أراده فيفوته ولكنه المقتدر عليه العالم بمكانه وهو الذي لا يعجزه شيء قال تعالى والله محيط بالكافرين أي محيط بهم قدرة وعلما فلا يفوتونه ولا يعجزونه بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء فمن علم أن الله هو المحيط خشيه واستحي منه وراقبه في كل لفظة ولحظة وعبده بالإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومن علم أن الله هو المحيط لم يغتر بقوة الكافرين قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط فإذا صبرتم واتقيتم نصركم الله على الكافرين ولم يضركم مكرهم بل يجعل الله مكرهم في نحورهم لأنه محيط بهم علمه وقدرته ومن علم أن الله هو المحيط لم يظلم أحدا لأن الله محيط به قادر عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري رضي الله عنه حين رآه يضرب غلامه اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فأعتقه أبو مسعود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو لم تفعل للفحتك النار لأبي مسعود لأبي مسعود